بسم الله الرحمن الرحيم المملكة الأردنية الهاشمية دولة الكويت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجمهورية التركية الجمهورية العربية السورية الجمهورية اللبنانية جمهورية مصر العربية وضيوف الشرف كل من معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الداخلية العرب ومعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC وإذ يعرب المشاركون في المؤتمر عن شكرهم وتقديرهم لجهود جمهورية العراق حكومة وشعبا وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص على حسن التنظيم لفعاليات مؤتمر بغداد الدول الثاني لمكافحة المخدرات حيث بحث أصحاب السمو والمعالي الوضع الخطير الناتج عن تصاعد نسب تعاطي المخدرات والإدمارات عليها إقليميا ودوليا والتي تأتي كنتيجة لزيادة عمليات التهريب والمتاجرة وناقشوا بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية هذه الظاهرة وسبل التصدي لها وإيجاد آليات مستحدثة لهذا التصدي بما يخلق حالة من التكامل تؤدي بالنتيجة إلى القضاء على هذه الآفة الخطيرة ويؤكد المشاركون على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي لمواجهة تحدي انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها لحماية المجتمعات من خطر هذه الآفة إدراكا منهم لحتمية تكامل العمل الأمني والاستخبار بين دولنا الذي يأتي كاستجابة لظروف المرحلة والتحديات والمشاكل المتشابهة التي نواجهها علاوة على تماثل الكثير من القوانين والأنظمة والتقاليد والمعتقدات التي ترفض وتدين هذه الآفة وتشجع إقامة المؤسسات وإنشاء الأجهزة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها وانطلاقا من الروابط الإنسانية والتاريخية والثقافية والروح الأخوية القائمة بين دولنا وشعوبها واستكمالا لجهود البحث عن صيغة مثلة تعزز التعاون والتنسيق المشترك وإيمانا منا جميعا بأن أهمية هذا التعاون تأتي استجابة لرغبات وطموحات شعوبنا من أجل مستقبل أفضل وأجمل واستكمالا لنتائج ومخرجات مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات المنعقد في العام الماضي ومؤتمر المؤتمر الرباعي في الأردن الشقيق المنعقد في بداية عام 2024 فقد أوصل مشاركون في المؤتمر بالآتي واحد تعزيز آليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني من أجل قطع طرق التهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها بمختلف أشكالها ومتابعة العصابات التي تنشط في هذا المجال وتفكيكها والقضاء عليها ثانيا تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمجرمين والمطلوبين بقضايا الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لدى الدول المشاركة وحمايتها من الاختراق للاستفادة منها في عمليات التعقب والضبط لهذا النوع من الجرائم ثالثا اعتماد الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة وإجراء عمليات التحقيق المالي الموازي والاستفادة من التكنولوجيا في عمليات الكشف والتعقب والرصد وضبط المبرزات الجرمية بما يضمن سوق المجرمين إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل رابعا تكثيف جهود الرقابة والرصد والتتبع للمواقع الألكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشط في مجال الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية للحد من نشاطها ومنعها من كسب ضعاف النفوس للمساهمة في عملياتهم الإجرامية خامسا تفعيل وتنشيط آليات الوقاية ومنع الإنجراف نحو التعاطي أو الإدمان من خلال تكثيف جهود التوعية بمخاطر هذه الآفة والأضرار التي تسببها على الفرد والمجتمع سادساً معالجة الثغرات القانونية في التشريعات الوطنية للدول المشاركة إن وجدت وتجديد العقوبات الخاصة بالمخدرات المصنعة لتفويت الفرصة على عصابات تجارة هذه المواد من استغلال هذه الثغرات للتخلص من المساءلة القانونية والعقاب عن أفعالهم الدنيئة التي تدمر الشعوب والأوطان سابعاً دراسة إمكانية التوسع في إنشاء مراكز تأهيل مدمنين ومتعاطي المخدرات التي تساهم في تخليص الشباب من الإدمان وتبادل الخبرات والتجارب في التعامل مع الثغرات التي تحصل في إدارة هذه المراكز لغرض النهوض بكفاءة الأداء فيها وتحقيق الأهداف التي وجدت هذه المراكز من أجلها ثامناً يقدر المشاركون مبادرة الجمهورية التركية بمقترح إنشاء نظام إنذار مبكر عن آخر المستجدات في ملف المخدرات واستعدادها لتقديم التدريب التخصصي في مجال مكافحة المخدرات لكافة الدول المشاركة تاسعاً الاستفادة من الدروس المستنبطة من تجارب الدول المتقدمة والتي واجهت خطر هذه الآفة واقتباس الأفكار وطرق التعامل والآليات المتبعة بما يساعد على استحداث آليات وأساليب ومنهج خاص لمواجهة خطر المخدرات وبما يتوافق مع واقع هذه الآفة ومدى تأثيرها على مجتمعاتنا عاشراً التأكيد على استمرار العمل لتنفيذ توصيات مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات المنعقد في شهر آيار من عام 2023 ومؤتمر عمان الرباعي المنعقد في عمان في بداية عام 2024 شكراً جزيلاً